أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في حلقة جديدة ومتجددة وأهلا وسهلا بكم في لقاء خاص نصدف فيه وكيل المحافظة القاضي عبد الفتاه غلاب رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة تم التسليم ليحدثنا عن دور اللجنة المنظمة للفعالية ومستوى التحضير للإحتفالية وأهميتها ودلالاتها والدروس المستوحى منها مرحبا بك سيادة القاضي عبد الفتاه غلاب في أهم وأعظم مناسبة ألا وهي مناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بداية من تمثل اللجنة المنظمة للفعالية وما هي مستوى التحضير والإعداد والتنظيم لهذه المناسبة مرحبا بكم وبجميع مشاهديكم الأكارم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين بالنسبة لمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم بالنسبة للفعالية هي تعتبر أهم فعالية وأكبر فعالية على مستوى الأمة الإسلامية والأمة العربية وهي أيضا على مستوى اليمن لأن اليمن يقيم أكبر تجمع حاش الجماهير يفاعل من أجل الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله ويكاد يكون الشعب اليمني كما قال السيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن الشعب اليمني يتميز عن غيره من الشعوب بإحياء هذه الفعالية بهذا الزخم الكبير الذي ظهر أثره على الأعداء سواء أهل الكتاب أو المنافقين بالنسبة للأعداد والتحضير للفعالية كما في كل عام وإنما هذا العام الذي تغير ربما بالنسبة لمحافظة إب أنه سيكون هناك فصل ساحة النساء عن ساحة الرجال وربما يكون هناك ساحة أخرى أيضا غير ساحة مركز المحافظة للمربع الشمالي لمحافظة إب الأعداد والتحضيرات هناك اجتماعات تمت مبكرا سواء على مستوى قيادة السلطة المحلية والمكتب الإشرافي لأنصار الله بالمحافظة وعلى مستوى الامتداد للمديريات تم فيه التجهيز لأدبيات هذه الفعالية والتحضير وتشكيل للجان أيضا على مستوى المستوى المركزي أو على مستوى المديريات اللجان تتكون من لجان تحضيرية لجان مركزية لجان تنظيمية لجان أمنية لجان صحية وكذا كما يتم في كل عام هذه اللجان لجان الحشد للفعالية الذي يتم في كل عام وإنما كما قلت لكم زاد هذا العام بخصوص أن هناك ساحات أكبر وربما تكون الساحة أيضا أوسع في مكان آخر غير ساحة العام الماضي هذا بالنسبة للتجهيز والعداد والتحضير والمناسبة هي مناسبة غالية على قلوب كل اليمنيين وعلى قلوب كل المسلمين الذين يهمهم أمر النبي صلى الله عليه وعلى لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد بعث الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فهذه المنة هي على المؤمنين قال لا لقد من الله على المؤمنين لم يقول لا لقد من الله على الناس لكن المنة هي على المؤمنين فمن هو مؤمن هو الذي يبتهج بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأيضا من يحب سنة النبي صلى الله عليه وعلا فإن النبي عندما كان يصوم يوم الاثنين وسئل عن ذلك قال ذلك يوم ولدت فيه فالنبي كان يحتفي بهذا اليوم الذي ولد فيه وليس هناك أي خلل في موضوع الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلا لكما يروج له البعض سواء كما قلنا الذي يتأثر من هذا وإما أعداء الله أهل الكتاب الذي هم اليهود والنصارى أو المنافقين الذين لا يريدوا أن يتم الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وعلا فيما يتعلق بالقطاع النسائي ماذا عن التحضيرات والمشاركة والتحضيرات نعم في هذا العام بالنسبة للقطاع النسائي كان هناك تخصيص ساحة لأن محافظة أب هي محافظة كبيرة جدا وفيها عدد سكاني كبير ولا يليق بهذه المحافظة أن يكون هناك فقط ساحة للرجال والنساء في ساحة واحدة ولكن تم تخصيص ساحة أخرى للنساء وهناك كما تم الاعداد والتحضير للجانب الرجال من اللجانة التنظيمية واللجانة الأمنية واللجانة الحشدة وغيرها من اللجان هناك أيضا لجنة للفعالية في جانب التحشيد وفي جانب أيضا التأمين وفي جانب أيضا التنظيم كما في ساحات الرجال وسيكون بإذن الله تعالى الحضور مشرف ما هي الدروس المستوحى من الاحتفال بهذه المناسبة وأهميتها في الارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم بالنسبة للدروس المستوحى هي دروس كثيرة جدا وربما لا يسعى الوقت لذكرها كلها لكن سنركز على أهم النقاط أولا أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله اعتراف في منة الله اعتراف في فضل الله سبحانه وتعالى اعتراف في رحمة الله بأن جاء النبي صلى الله عليه وآله لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال الله سبحانه وتعالى فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالنبي صلى الله عليه وآله أرسله الله بالهدى كما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون جاء هذا الدين في ظل فترة كانت الأمة فيها تعيش فترة انحطاط في العقل والفكر ورداء حتى في التفكير ورداء في الأخلاق والقيم والسلوكيات وكانت الأمة تدفن أولادها من الإناث أحياء وتفتخر بأنها دفنت الأولاد سواء كان سبب ذلك هو الفقر أو السبب الآخر الذي كانوا يشعروا بالعار كان يقول بعضهم دفنت العار وذلك الرجل الذي كان يدفن ولده من الإنث أحياء لم يكن ليشعر أن هذا الدفن أو أن مرتكبه من هذه الجريمة أن فيه خلل أو كان ربما يمتعذ من هذا لكنه كان يذهب إلى المجتمع مفتخر لأنه قتل العار وبهذا قد وصلوا إلى رداء أسوأ من عقور الحيوانات فالحيوانات نجدها تدافع عن صغارها ولا تقبل بأن تقتل صغارها أو يأتي أحد من يقتل صغارها أيضا كانت الأمة في وضعها مزرية قبل مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله فكانت تتناحر وتتلاتل فيما بينها البين على أدفه الأسباب وأبسطها كان أيضا بعضهم يستعبد الآخر لأن لديه إما إمكانية مادية أو مناصب كانت النظرة هذه هي نظرة طاغية في أوساط المجتمع ولذلك كان ينظر إلى صاحب الإمكانيات المادية أو صاحب المنصب أنه يحق له أن يستعبد الناس فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله ليخرج الأمة من ذلك الوضع المزري الذي كانت فيه وضعية سيئة جدا اقتصادية وثقافية واجتماعية وعسكرية وعلى كل المستويات وبنى أعظم أمة في التاريخ يشهد لها الأعداء قبل المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله هو أعظم قائد في التاريخ لذلك نحن نستلهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله كيف تحرك أولا في خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبعيدا عن تلك الثقافة المغلوطة التي يقولون فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله في مكة لم يكن يواجه اليهود وأنه عاش معهم وتعاش معهم غير صحيح النبي صلى الله عليه وعلى آله قدم الشهداء في ظل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في مكة والدلل على ذلك أن أول شهدين في الإسلام ياسر بن عامر العنسي واسمية بن تلخياط هذا دلل على أن المواجهة كانت من أول لحظة في حال تقديم الثقافة وفي حال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثقافيا قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله الشهداء وهذا يدل على أنه كان هناك مواجهة مع الكفار وكان هناك مواجهة مع الطغة والجنبير والمستكبرين من أول لحظة وأن النبي صلى الله عليه وعلا له لم يسكت عنهم وكان يقدم هذا الدين ويقدم فيه أيضا التضحيات فنحن نسلهم أيضا من رسول الله صلى الله عليه وعلا له أنه تحرك ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى لم يقول يا الله أنا سأتحرك في أوساط هذا المجتمع الرديء في الفكر والثقافة والوعي والبصيرة والقيم والأخلاق أطلب يا الله أن تمنحني رعاية مادية أو إمكانيات عسكرية وغيرها إنما طلب رعاية الله سبحانه وتعالى لذلك عندما جاءت هذه المسيرة القرآنية لم تطلب بقيادتها القرآنية بقيادة سيدي وملاي عبد الملك مدردين حسيح فضو الله لم نطلب الإمكانات ولم نعتبر في الإمكانات في مواجهة الأعداء إنما وثقنا بالله وتوكلنا عليه تحركنا وفق منهجية المسيرة القرآنية لنواجه الأعداء بما لدينا من الإمكانيات وأعددنا ما استطعنا من الإمكانيات وأعددنا القوة الإيمانية فاستطعنا أن ننتصر في مواجهة الأعداء وهذا درس مهم جدا أيضا في البناء الاقتصادي استطعنا أن نبني أمة قوية في المجال الاقتصادي اليوم نجد أنه الدولار في المناطق الذي تعيش في حكم الجيش والجانب الشعبية فيها بـ 600 ريال بينما المناطق التي لدى المرتزقة الدولار فيها بـ 1200 ريال استوحينا هذا واستلهمناه من الدروس من بناء النبي صلى الله عليه وعلى لأعظم أمة أيضا في الجانب الاقتصادي وكذا في الجانب الثقافي وكذا في الجانب السياسي فالمفاوضين من أبناء اليمن من الأحرار والشرفاء وعلى رأسهم الرئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام الذي أذهل العالم بالخطوات التي تحركوا فيها عندما جاء لنا قائدا قرآنيا بنى أمة عظيمة في كل المجالات فكنا في المجال السياسي من أعظم الأمم واليوم أصبحنا معجزة أمام العالم في هذا وفي الجانب العسكري أصبحنا معجزة اليوم مثلا استوحينا من النبي صلى الله عليه وعلى عندما بوء المؤمنين ما قاعدا للقتال وعندما خرجوا للقتال في الجبهات في كل غزوة من الغزوات والنبي صلى الله عليه وعلى الأول في مقدمة الجيش ويقدم الشهداء من أقاربه ويجرح في الجبهات فخرجوا الشعب اليمني وعلى رأسهم قيادة هذه المسيرة القرآنية استشهد قائد المسيرة القرآنية هو السيد الشهيد القائد سيدي مولئي حسين بن مدردين ح wood in rose Alright واستشهد إخوانه واستشهد أقاربه والسشهد أيضا عظماء من أبناء هذه المدرسة القرآنية على رأسهم الشهيد الرئيس صالح علي الصماد وكذلك شهداء عظماء في المجال الأمني والمجال العسكري وفي كل الميادين ورأينا أيضا الرجال في ميادين القتال في الجبهات يسطرون أرواع المواقف وأدخلوا تقنية حديثة في المجالات العسكرية كمثال مثلا المعتبر والمعتمد أمام كل العالم أن التقنية الأمريكية بما فيها فخر الصناعة الأمريكية الإبرامز فخر الصناعة الأمريكية هي صناعة فيها من التقنيات العسكرية سواء على مستوى الآليات الرشاشة أو المدفعية أو الصاعق الكهرباء إذا منتهت الآلية العسكرية الموجودة فيها وتطلق بمجرد استشعارها للجسم الغريب ولذلك تسمى فخر الصناعة الأمريكية واعتقدوا أنهم بذلك التحصين الذي حصنوا أنفسهم كما حصن أهل خيبر خيبر يستطيعون أن يحصنوا أنفسهم في تلك الأدوات لكن عندما جاء الشعب اليمني وتحرك اكتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى استطاع أن يبني ميدان عسكري أقوى وأدخلوا تقنية عسكرية جديدة الولاعة كما قال السيد القاد استطعت أن تحرق هذه الإبرمز الحجارة استطعت أن تصد جيش في الذي عمله أبو قاصف الذي عمله أيضا الشهيد هاني طومر كانت معجزة وكذا كثير جدا من المواقف التي تسطر في جبهات القتال ولم توثق بعضها أو لم تعالق بعضها هناك مواقف عظيمة جدا في جبهات القتال تسطر يوميا وانتصارات كبيرة وتحرر مناطق بعضها مساحتها 2700 كيلو خلال 24 ساعة ومناطق تحرر مسافتها 1700 كيلو أو 1600 كيلو خلال ثلاث ساعات هذا ميدار عظيم جدا وكبير نستشف من حديثكم عن ارتباط اليمنيين وأن أول شهيدين في الإسلام هما يمنيين فما حدثنا عن علاقة الاحتفال بالهوية اليمنية وأهميتها في التمسك بها والحفاظ عليها نعم الهوية الإيمانية هي تبدأ من هنا من تقديم التضحية بعطاء الدم لأن الشهيدين الذي تحدثنا عنهم عمار بن ياسر بن عمر العنسي وسمية بن تلخياط هم يمنيين لذلك ارتبطت الهوية الإيمانية بما قاله النبي صلى الله عليه وعلى الإيمان يمان والحكمة يمانية لم يقول النبي اليمنيين مؤمنين إنما قال الإيمان يمان أي أن منبع الإيمان من اليمن والحكمة أيضا من اليمن ارتبط هذا الإيمان بقول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم مواصفات هؤلاء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم عندما ارتبطوا بالنبي صلى الله عليه وعلا له كان هناك أهل قريش الذين لم يسيبوا لرسالة النبي صلى الله عليه وعلا له كان السبب هي الدوافع المادية أو الدوافع المانوية المنصب أو المال قال الله فيهم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكروا الله والله خير الماكرين لكن الله سبحانه وتعالى قد هيأ أم أخرى ومقبيلتي الأوسوى الخزرج القبيلتان اليمنيتان لكي يكونهم النواة الأساسية لحمل هذه الرسالة وقال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين وجاء بمواصفاتهم المؤهلات الذي أهلتهم ليكونوا هم النواة الأساسية لحمل الرسالة مع الرسول صلى الله عليه وعلا له نستقي هذه الدروس من هذه المؤهلات قال فيهم يحبون من هاجر إليهم وهذه كانت أول صفة فيهم جعلتهم مؤهلين لأن يستقبلوا النبي صلى الله عليه وعلا له وأن يكونوا هم الذين يتحركوا مع النبي صلى الله عليه وعلا له ويقدموا التضحية ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا هم إن كانوا يمتلكوا شيء من الإمكانيات المادية أو غيرها فهم لا يجدوا في صدورهم حاجة أن يقدمها في سبيل الله وأكثر من ذلك وصفهم الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هم يقدمون هذا المال وإن كانوا لا يمتلكونه إلا هو فهذه من ضمن المواصفات الإيمانية والهوية الإيمانية اليمنين أيضا ارتباط اليمنين بالنبي صلى الله عليه وعلا له منذ أول وهلاء وبآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلا له فالمعلوم أن جيش الإمام عليه عليه السلام كان أغلبه من اليمنيين وكذلك جيش الإمام الحسين كان أغلبه من اليمنيين لذلك الشهداء مع الإمام العسين 53 من اليمنيين والشهداء كانوا 73 بما يدل على هذا الارتباط الهوية الإيمانية الذي ربطتهم بالنبي صلى الله عليه وعليه وكذلك هي اليوم اليوم من الذي تحرك مع علامة الهدى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعليه اليمنيين هم الذي أهلهم الله النبي صلى الله عليه وعليه يقول لن يصلح حال آخر أمتي إلا بما صلح أولها صلح أول هذه الأمة بالنبي وبالقرآن وبأهل اليمن الذين تحركوا مع النبي الأمة الثلاثة الركائز الأساسية لإجامة الدين بالحق والعدل المنهج والقائد والأمة المنهج اختاره الله سبحانه وتعالى والقائد والأمة تحركت اليوم المنهج موجود بين وساطنا القرآن الكريم ومن يقوم مجام النبي صلى الله عليه وعليه السيد القائد سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوث الذي يحرك الناس بالقرآن موجود والأمة التي تحركت مع النبي صلى الله عليه وعليه اليوم هي تتحرك لذلك انظر من الذي وهذه نقطة هامة جدا من الذي يتأثر اليوم من المولد إذا ما عدت إلى تصريح لأفيخاي أذرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي سعيده قال قبل العام الماضي قبل الاحتفال بالعملان قبل الماضي في الاحتفال بعد الاحتفال قال مخاطبا لإسرائيل ومخاطبا لأمريكا ومخاطبا لسعودية قال لقد انتصر محمد سابقا من قبل باليمنيين هم يعلموا هذا جيدا قال وقد خرج اليمنيون ليحيوا مولد النبي قال مولد محمد يعني هو يقول هكذا قال فهل تسمح إسرائيل والسعودية بأن يعود محمد من جديد لينتصر باليمنيين بأن يعود اليمنيين لينتصروا بمحمد هم يعلموا حجم هذا الاحتفال بالمولد النبوي ويؤثر عليهم على صاحبه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم وآخرهم الذين يبدعون الناس بدعاء وظلالة بدعاء وظلالة نقول أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله عندما هاجر إلى أهل الإيمان والحكمة نظفوا شوارعهم وزينوا شوارعهم وخرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع أليس هذا احتفال بالنبي صلى الله عليه وعلى آله هل قال لهم النبي هذه بدعاء وظلالة لا 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 فما بالكم بمولد محمد صلى الله عليه وعلى آله ها هم يحتفلون باليوم الوطني وعندما يحتفلون باليوم الوطني وبعيد الشجرة وبعيد الأم والإنسان يحتفل إذا ما جاء له مولود يحتفل به ويقدمون الأموال هل هناك ما هو أقدس من اليوم الذي قال الله سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله هل هناك يوم أقدس من مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله ولماذا لا نحتفي ونحتفل وننظف شوارعنا هو الذي يعمله الشعب اليمني اليوم ينظف شوارعه يزينها يبرز النبي صلى الله عليه وعلى آله أمام كل العالم ويبرز هذا في أخلاقياته وفي حربه الأسكرية وفي اقتصاده وفي كل المجالات لكي يعيدوا سيرة النبي وأخلاق النبي إلى واقع العمل في أوساط الناس والآخرهم لا يريدون أن يحيي النبي صلى الله عليه وعلى آله في قلوب الأم ما الذي سيميز احتفائية تحيى ذكر المولد النبوي الشريف لهذا العام من حيث الرسائل الموجهة من حيث الرسائل الموجهة هناك عدة رسائل يوجهها الشعب اليمني إلى العالم أولا أن سبع عوام من العدوان الذي قمتم به من بعد ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر الثورة التي جاءت لتجعل الشعب اليمني يحيي هذه الذكرى الثورة التي جاءت لتعيد الشعب اليمني إلى الحرية والاستقلال وتخرجه من الوصاية أن ما قمتم به من هذا العدوان بعد سبع عوام أحياء المولد في هذا العام سيكون مميزا أولا في جبهات القتال وقد قرأته لأحد الكتاب الذي يكتبه مع العدوان قال أنا أستغرب من أنصار الله هو يقول هكذا والسيد القائد يحفظه الله يقول الشعب اليمني العظيم هذا من الشعب الذي يعيش تحت حكم الجيش والجنة الشعبية وحكم الجيش والجنة الشعبية هم لا يروا أنفسهم إلا خادمين لهذا الشعب قال أنا أستغرب في جبهات القتال ينتصرون ويسطرون الانتصالات الكبيرة وفي الميادين في ثورة الواحد والعشرين من سنة تمر قال خرجوا إلى الشوارع بشكل كبير جدا قال هل شعب الصين العظيم أشبه هذا الصباح اليوم موجود في اليمن هو يستغرب هم لا يعقيمة الشعب اليمني إلا من خلال هذا نحن سنرسل رسائل كبيرة جدا أولا نحن سنحيي النبي صلى الله عليه وعلى آله ليس في مجال واحد فقط إنما في جبهات القتال سترون كما رأيتم في الأيام القليلة الماضية انتصارت عظيمة جدا في ميدان القتال في البيضاء وفي شبوة وفي مارب سنحييها بإذن الله تعالى بشكل أكبر في الحشد إلى جبهات القتال وفي الانتصارات العظيمة كما سطرنا انتصارات أمنية عظيمة جدا وكبيرة منها القبض على الخلايا ومنها أيضا الذي أنشأه أنشأه في عام تسعة وسبعين تنظيم القاعدة أنشأه في البيضاء في العام تسعة وسبعين أنشأته أمريكا وكنتم تعتقدون أن لا أحد يستطيع أن يهزمها هاقد هزمها من يتولى الله سبحانه وتعالى ونحصل إلى كقاعد وقدوة وطردوا تنظيم القاعدة وداعش وكل أدوات أمريكا وأدوات إسرائيل وسنسطرها أيضا انتصارات في الجانب الثقافي فهناك ثورة ثقافية جدا في أوساط المجتمع وأصبحت تعي جيمة النبي صلى الله عليه وعلى سنحييها بحشد غير مسبوق بإذن الله تعالى حشد إلى ساحات القتال إلى غير مسبوق وحشد إلى ساحات الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى غير مسبوق لتقول هذه الأمة للأعداء كم ستقتلون من هذا الشعب كم قد قدم الشعب في أخلال السبع سنوات من التضحيات أربعين ألف شهيد هم مستعدون أن يقدموا مئات آلاف الشهداء في سبيل الحرية والاستقلال في سبيل الخروج من الصاية في سبيل أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى له سنقدمها في الجوانب الإعلامية بأرقى ما يكون قد قدم من أي شعب من الشعوب وهو الإعلامي يقدم ويسطر أعظم المواقف أيضا في مواجهة هذه العدوان سنقدمها أيضا ثورة في الجانب الاجتماعي والتكافل الاجتماعي سنقدم في التكافل الاجتماعي ما لم يقدم في الأعوام الماضية هقد وجدتمه أيضا في التعامل مع الأسرة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وعلى لتفتتح مشاريع أيضا على مستوى الطرقات على مستوى المشاريع التي تخدم الناس ستقدم ثورة كبيرة جدا بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وعلى لم يسبق لها مثيل وعلى مستوى بناء مؤسسات الدولة بإذن الله تعالى سيقدم الكثير والكثير من الأعمال والأنشطة بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلى له لأنه مولد النور والهداية ما هي توقعاتكم لحجم المشاركة والتفاعل الشعبي والشبابي بالمخافضة في إحياء الفعالية؟ نحن نتوقع ونعتقد يقينا وجازمين بأن هذا الشعب العظيم الذي صمد لمدة سبع عوام في وجه آلة القتل العالمية الذي اجتمع عليه كل العالم بآدواته الحديثة عسكريا وبآدواته الحديثة تقنيا وبما يمتلك من المعلومات وبما يمتلك من التقنيات في كل المجالات استطاع ليس فقط أن يصمد وأن يصبر وهو في مكانه ولكن أن يسطر انتصارات في الميادين بكلها فقد صنع الصاروخ الباريسي والطائرة المسيرة الذي انتهى منها العالم وهم بدأوا بها وكذلك صنع رجال عظماء جدا في كل الميادين أتوقع أن الرجال والنساء الذين صمدوا لهذه الفترة وصطروا المعجزات والمرأة اليمنية التي استطاعت أن تسطر معجزة وهي تقول أنها تستحي من الله سبحانه وتعالى أنها لم تقدم إلا ثلاثة أو أربعة من أبنائها وأنه لا يزال لديها ابن أو اثنين في ميدان القتال يقاتلون أن هذه المرأة التي أصبحت معجزة وأن هذا الرجل الذي أصبح معجزة في كل الميادين مؤسسات الدولة والجوانب الاجتماعية والشعب والمزارع ومحاولة وبإذن الله تعالى سيكون في الأيام القادمة الاكتفاء الذاتي في الجانب الزراعي وكذا في كل المجالات أن هذا الشعب سيكون حضوره إلى ميدان الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وعلا سيكون كبير وعظيم وسيكون رسالة أيضا لكل الأعداء أن هذا الشعب العظيم هو الشعب الذي يتميز عن بقية شعوب العالم في الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلا ما هو الشعار المناسبة لهذا العام ودلالاته؟ الشعار المناسبة أنتم تقرأونه في شعار المولد لهذا العام لكن الرسول والذين آمنوا هنا الجهاد شعاره الجهاد جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الشعار لهذا العام هو شعار الجهاد شعار المواجهة بالمال وبالنفس لا ننسى أنه ستكون هناك قوافل بإذن الله تعالى من كل محافظة من المحافظات ستقدم مع مولد النبي صلى الله عليه وعلا له ومثلا محافظة إب اكتفت بأن يكون هناك خمس مديريات فقط لتقدم قافلة في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وعلا له وبقية المديريات أن تهتم بالتكافل الاجتماعي في أوساط المجتمع لتهتم بالفقراء والمساكين وغيرهم وفي إقامة أيضا ربما أي أنشطة اجتماعية سواء من رسل طرقات أو أي أعمال يكون فيها أعمال اجتماعية وخمس مديريات التي تقدم قافلة للمولد النبوي فشعار هذا العام هو شعار الجهاد بالمال والنفس شعار المواجهة لننتصر بإذن الله تعالى ونحن قاب قوسيني أو أدنى من النصر المبين والفتح الكبير بإذن الله تعالى في الأيام القادمة هل بالإمكان إطلاعنا والمشاهدين الكرام على الجدول الزمني للفعاليات وصولا إلى يوم الفعالية المركزية؟ نعم من الطبيعي أن هذا العام سيكون بإذن الله تعالى ربما الاحتفال أو الأنشطة أو الفعاليات أو التتشينجة تم نحن ربما لا نبدأ في كل عام لا نبدأ بتتشين الفعاليات أو الأنشطة سواء على مستوى المساجد أو على مستوى المدارس أو على مستوى المجالس أو على مستوى الجامعات أو على مستوى الجانب الرسمي أو الجانب الشعبي إلا في بداية ربيع لكن هذا العام قد سبق ما قبل حتى تاريخ 25 صفر ربما قبل ثلاثة أيام تم التتشين بشكل مبدئي أما سيكون هناك تتشين أيضا على مستوى كل مؤسسة من مؤسسات الدولة سيكون هناك فعاليات ليس كما الأعوام الماضية كانت تجتمع مؤسسة أو مؤسسة لتعمل فعالية لا ستكون كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تقيم فعالية ستكون المدارس كل مدرسة ستقيم فعالية بشكل دائم ومستمر إلى يوم الفعالية بإذن الله تعالى الجامعات كل كلية ستقيم فعالية بإذن الله تعالى الفعاليات الجماهيرية سيكون هناك في كل عزلة وفي كل حي وفي كل قرية فعالية من الفعاليات أيضا الذي ستسبق بإذن الله عليهم الثاني عشر من ربيع وصولا إلى الثاني عشر من ربيع بإذن الله ما تقييمكم لدور القطاع الخاص في التفاعل مع المناسبات الوطنية والمولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم بالنسبة للقطاع الخاص حقيقة هو له دور كبير سواء في المواجهة على مسؤال الإمكانية المادية القطاع الخاص هو لو لم يكن إلا أولا أنه يخاطر في ظل هذا العدوان وفي ظل الحصار وفي ظل القصف الذي كان يتم سابقا في بداية العدوان لأنه نحن امتلكنا بقوة الله وبالثقة بالله وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى آلية الردع الذي جعلت العدوان يحجم عن القصف الذي كان يتم للمدن وللعاصمة صنعاء وللقواطر التابعة للغذاء والمواد الغذائية والمواد الصحية الذي كان يكسفها في كل مكان بسبب امتلكنا القوة الردع الذي امتلكناها بقوة الله سبحانه وتعالى وبالثيق بالله وتوقع على الله لكن التاجر لا زال يخاطر لأنه أولا عندما ينقل هذه البضاعة من تلك الدول إلينا فهي أولا تحاصر ثم توقف في أكثر من مكان حتى تصل إلى البلد والسيد القائد يحفظه الله يقول الحفاظ على التجار مهم جدا لأنهم عصب الحياة فهم أولا من هذا الباب هم في هذه المرحلة نعتبرهم مجاهدين في سبيل الله بإيصالهم لهذه السلة أولا إلى المواطن ثانيا لهم دور كبير جدا في مواجهة العدوان سواء برفض الجبهات بالمال أو إنحتاج النشاط الآخر سواء كان على سواء الأنشطة في إقامة الوقفات الحجاجية أو غيرها أي شيء فهم لا يقصروا وهم يحضروا أيضا ويشاركوا في هذه الفعاليات والأنشطة الأحرار والشرفاء منهم هناك قليل جدا أو قد ربما تكون فيها قليلة جدا من التجار هم الذين يحجمون عن أي أعمال في مواجهة العدوان أو يرتكبون مخالفات فيما يخص رفع الأسعار أو الاحتكار لبعض السلع أو غيرها لكن كثير من التجار قد وعى الدرس وقد استوعب ما نحن عليه في هذه المرحلة من بداية العدوان إلى اليوم وأصبح له دور كبير جدا ومهم في مواجهة هذه العدوان وأيضا في فعالية المولد سيكون بإذن الله تعالى وأنا أدعوهم من هذا المنبر ومن هذه القناة أن يكون لهم دور مشرف وكبير في رفض القافلة للمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله على حجم محبتهم برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله كم هم يقدمون من الأموال إذا كان له عرص كم يقدم من الأموال إذا جاء له مولود كم يقدم من الأموال إذا حصل عليه مرض ربما ينفق العشر المليون والخمس المليون في عملية جراحية واحدة فكم تحب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله بالقدر الذي ستحب النبي صلى الله عليه وعلى آله ستقدم من الأموال في قافلة الرسول الأعظم في هذا العام كلمة أخيرة تود قولها ولمن توجهها كلمة أخيرة أولا إلى سيد القائد سيد مولاي عبد الملك بدر الدين حوثي قائد الثورة يحفظه الله نعاهدك الله أن سنسير على الدرب الذي سار عليه الشهداء بدأ من شهيد القائد سيد مولاي حسين بدر الدين حوثي رضا الله عليه وأن هذه المسيرة القرآنية هي منة الله سبحانه وتعالى علينا الذي نعتبره أن الفضل لله في أن نسير في مقام المسؤولية كخادمين للناس وسنقوم بإذن الله عند حسن ظنك أينما وجهتنا سنتحرك وأن هذا الشعب العظيم قد وعاء قيمة هذه المنهجية وقيمة القيادة وسيتحرك بإذن الله تعالى رسالة نوجهها إلى الشعب اليمني العظيم أنتم يا أيها الأحرار والشرفاء الذي سمى الله أجدادكم الأنصار والذي أنتم لكم الفضل مع رسول الله محمد صلى الله عليه وعلاله ليكن لكم موقف عظيم ومشرف في الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وعلاله رسالة إلى دول العدوان والاستكبار نقول لهم لن تجدوا هذا الشعب إلا في المكان الذي يغيظكم نقول لهم تعلموا الدرس من السبع السنوات الماضية فأنتم بعدوانكم وحصاركم وبغيكم لم تزيدوا هذا الشعب إلا قوة في كل المجالات العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والترموية وفي كل الميادين فهل الآن الأول أن تراجعوا حسابكم لتوقفوا عدوانكم عن هذا الشعب قبل أن يمرغ أونوفكم بالتراب أكثر مما قد مرغ أونوفكم وخرجوا بما أوجوهكم وإلا في القادم سيكون أنكى عليكم بإذن الله تعالى مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء ولنا لقاءات أخرى متجددة إن شاء الله ونشكرك ضيفي العزيز القاضي عبد الفتاق غلاب وكيل المحافظة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المولد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم اشتركوا في القناة